ويقول هل لابد من التصريح في الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وولاة الأمر في هذه الدولة وفقهم الله لكل خير سعوا إلى أن يحققوا المصلحة العامة التي تكون للمسلمين فقرروا وأمروا بهذا التصريح وهذا التصريح لا شك أنه ينسق الأمور وهذا التصريح مبني على فتوى من هيئة كبار العلماء فيما مضى وهذا التصريح لازم لكل مسلم أراد أن يحج وذلك حتى لا يدخل نفسه ويدخل نسكه في أمور مشتبهة ما يدرى ما يكون بعدها لأنه قد يمنع من ذلك ثم إن الدولة توفقها الله لم تمنع المسلم من حج الفريضة فمن كان عليه فرق فإن التصريح ميسر له إنما يمنع من ذلك إذا لم تمضي عليه خمس سنوات ولعل تحديد خمس سنوات لما جاء في الحديث الصحيح في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مضت عليه خمس سنين ثم لم يفت إلي فهو محروم قال العلماء هذا الحديث يدل على الحج فينبغي المسلم أن لا يدعى الحج بعد خمس سنوات والمقصود من هذا الحج هو حج التطوع أما حج الفريضة فيجب على المسلم أن يبادر به والتصريح ميسر له ومما يلحظ وهذا أمر قد يقع فيه بعض من الناس أنه ربما يذهب من غير التصريح ثم إذا وصل إلى نقط التفتيش لبس ثيابه المعتادة وعرض نسكه للذنب ثم إذا تجاوز هذه النقطة لبس لباس الإحرام أو أن بعضهم ربما لا يحرم من الميقات وإنما بعد الميقات يحرم منه ظن منه أن هذا الواجب أو أن هذا المحظور الذي اقترف وهو لبس الثياب المعتادة ظن منه أنه يجبر بدم ولا شك أن من ترك نسكا أو وقع في محظور أن عليه الفدية لكن ليعلم أن الفدية وأن الدم لا يغني شيئا عن استحقاقه للإثم لأنه فرق بين من دخل في نسكه وهو لم يقترف ذنبا وبين شخص قد اقترف ذنبا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال بعض العلماء الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه وقال بعض العلماء وهو كلام أشمل ويشمل القول الآخر هو الحج الذي لم يخالطه إثم فكيف يرتكب المسلم إثما من أول دخوله في هذا النسك لا سيما وإلا الحمد أن الأمور ميسرت في أخذ هذا التصريح لمن لم يسبق إليه الحج أو من سبق إليه الحج ومضت عليه خمس سنين بارك الله بكم